المقصود بالنوم الذي ينقض الوضوء إيه ضبطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد لما نسمع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ربما ينتظرون الصلاة إلى الصلاة وينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام وربما يسمع لأحدهم وهو جالس أطيط يعني ربما المسألة تحتاج فعلا لضبط وتحرير النوم الذي يفسد الوضوء له ضبطان الأول أن يكون ثقيلا الثاني أن يكون طويلا ما ضبط الثقل في النوم؟ الثقل في النوم حبيبي الله يكرمك لما أنا قاعد كده جنبك وأنام حدك تقوم وتروح وتيجي الألم يقع من إيدك تكح وأنا نايم ده اسمه نوم إيه؟ ثقيل ثقيل مش عورتش ليه النوم الثقيل بهذا الشكل يبقى ناقد للوضوء لأنه إنت قمت من جنبي ولا كحيت ولا عطست ولا ألم وقع من إيدك فعمل صوت وأنا ما فوقتش معناه أنه ممكن يكون خرج منه حاجة ما خدش بالي وفي الحديث العين وكاءه السهي فمن نام فليتوضى يعني إيه العين وكاءه السهي هات حتك إزازة ماء نعم وغطيها كويس وعد شقلبها كده وكده هي وقع منها ماء؟ لا ليه؟ غطيها كويس فالعين اللي فيئة يقز حتى لو أنا أنا آسف جدا محتاجة خرج ريح أنا همسكه إمتى بقى يخرج الرغز بعني؟ لو أنا نايم شكرا يبقى النوم الثقيل علامته أو يعني من مظاهره أن أنا مشعورش باللي حوالي حد كحي حد رح حد جيه إنه الخطب بيخطب سالم عبد الجيل مثلا بيخطب وطول شوية ولا كلامه أي حاجة والأستاذ محمد قاعد بيغفل كده اللي بقول عليه بيسقط بيسقط بالضبط كده أو يعني هي رح حد غزاغده رح فايق ده اسمه إيه؟ نوم خفيف النوم الخفيف غير ناكل الوضوء النوم الخفيف يعني لو أنا قاعد كده وحد من والدي ولا جدي ولا بتاع سمعت له صوت حتى وأنا قاعد في صوت الجمعة بس كده أغزه كده في إيده كده ولا في جسمه كده هيفوق شكرا يبقى ما قولوش متوضى نعم ما قولوش متوضى ولا حاجة وده نفسر به إن الصحابة يبقى قاعد فصوت يطلع كده بهدوء شوية فيشعر الإنسان معه ده رجل نام أيه هو نايم بس بينا للنوم واليقظة واليقظة والمنام الحاجة التانية الطويل طويل اللي هو هيخليني خلاص غطيت في النوم واصبع عني طب إذا كان خفيفا أو كان قصيرا فلا يضر وحد وهو ساجد اتأخر شوية في السجود فحد عم بقى زغر فرح فيه وأي من السجود لا ينقض الوضوء وبالتالي حتى كان الشفعية يقوله كده النوم على غير هيئة المتمكن غير هيئة المتمكن وحد نايم على جنبه ولا ساجد ولا بتاع فنام فطبيعي ممكن يحصل منه خروج ريح بدون ما فيش حواجز إنما حد قاعد كده متمكن في الكرسي ولا بتاع ده غالبا مش يخرج منه حاجة لأنه هناك ما يمنعه والأصل في الإنسان شو بقى الطهارة مش النجاسة الأصل في الإنسان الطهارة الطهارة يعني ما نفعش أقول إيه لا أصل احتمالي بأطنقى الوضوء احتمال دي لان خلا بفصلها لصالحه يوم ما اطنقاتش ودي بنسميها الاعتماد على الأصل اللي هو طرح الشك وابقاء الأصل طبعا طبعا يزول الشك ويبقى الأصل الأصل لنا متوضي فلا يزول الطهارة أو الوضوء إلا باليقين إنه خرج منه حاجة نعم ولذلك النبي والسلام وده مهمة أول حقيقة لبعض إخواننا للأسف الشيطان بوسوس لهم فيخرجه من صلاته أو يخرجه عن حشوعه الشيطان يا حبيب الله يكرمك ربما ينفخ بين فخذي الإنسان ليوهمه أنه كان أخر جريحا ليه؟ عشان يسيب الصلاة ويخرج فيزأ ودخل في حالة من السرحان أو ما خرقتش بس عمال دماغي شغالة وما بوقص فيذهب خشوعي وذلك كان سيدنا بيقول لا يترك أحدكم الصلاة ولا يخرج منه إلا إذا سمع صوتا أو شام ريحا في أكتر من كده؟ لا وما سمع الصوت من هنا أحيانا بتقرتك للبطن لنسبق أو لآخر يقول لك أستنى شعرت بإن كده في صوت الأمعاء والبتاع ولا حاجة ولا حاجة وأنا بقول لكم ولا حاجة ولا يخرج الإنسان إلا إذا سمع صوت يعني الريح اللي بخرج من الضبر بصوت أول ده اللي يمكن رضوء أو رائحة تقول أيوة فعلا في حاجة خرجت غير كده مفيش ليه لأنه الأصله يبقى أن الإنسان طاهر في أصله نعم والله أحد بارك الله فيكم نتور ربنا رضا عنك ويحفظك يا رب